بتصور كل النواب حتى خليني روح أبعد منها ماك سريتهم منهم مبسوطين من اللي عب بيصير حتى اللي عبي حط ورقة بيضة عبي حطها مستحة الكتلة التغيير هن في عندهم عدة توجهات من ضمن الكتلة تبعون جزء مهم من هيد الكتلة هو عم بيشارك من هيد بالاجتماعات تبعنا جزء الآخر عم بينقى بنفسه عن هيد الاجتماعات في المقاربة الأولى اللي نحن عم ناعتمدها منقول خلينا نعمل عملية تراكمية لتجميع أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح مرشحنا ميشيل معواد نحن مشكلتنا ولا هون ولا هون مشكلتنا أنه تتلعب اللعبة الديمقراطية بدك لعيبة أنه نحن ما عم نشوف أنه هناك طرح آخر عند حزب الله وعند أمل وعند التيار الوطني الحر ما فيه طرح يجوا يواجهون بطرح أنت اليوم يا حزب الله ما يحميك هو الدولة اللبنانية الحوكمة الصالحة المواطنة الصحيحة من وقت ما راح حزب الله دافع عن الأنظمة التي تقمع شعوبة من وقت بلش هناك نوع من الطلاق بين شريحة كبيرة من اللبنانيين وبين حزب الله أنا أرى اليوم استحالتين استحالت أنه يجي الوزير بيسيل هو عب يعبر بكل ما جالسه وبكل لقاءات اللي عم بتسير معه أنه هو مبد الرئاسي اليوم الوضع مختلف نحن نتطلع إلى يعني شيء تسوية تاريخية إلى اتفاق دائم بين اللبنانيين قد يكون المدخل إلى نعم قد يكون المدخل إلى عملية سياسية ما حدا اليوم ولا يجب لأي نائب حر بهذا المجلس لأي طائف أنه يقبل بالتشريع في ظل فراغين لقي أنا رئيس الحكومة بكل الأحوال ما كان في يجمع حكومته كانت طلع حكي رئيس الجمهورية بهذا الموضوع يعني ما بيقدر يجمع بقى كانت حكومته ليش ما بيجمعها كان قبل ليش ما جمعها